السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح ونحلوا مع بعض نموذج فروض الفصل الأول للسنة أولى الثانوي نتمنى إن شاء الله أنه هذا الفيديو تفيدكم وتستفادوا إذن مع لكم غير تتبعوا معايا نبدأوا على بركة الله بسم الله إذن هنا رح نحط لكم رابط تحميل الموضوع في صندوق الوصف للتلاميذ اللي حبوا يحملوا الرابط ويحاولوا فيه إذن هنا عدنا النص دائما النص نقرأوه بحاذر لأن الأسئلة الأولى دائما الإجابة تحتكون من النص وتكون عليها علامة لبأس بها ما تخلوش العلامة والنقط تروح لكم هكذاك والجواب يكون أمام أعينكم read the text carefully then do the activities the social networking system Facebook launched in 2004 by the founder Mark Zuckerberg is one of the most important breakthroughs in the 21st century facebook is now an integrated part of every colleague or every college student's life إذن هنا نحكيه على فيسبوك اللي بدأ في الألفين أربعة والمختلع انتاعه هو Mark Zuckerberg والآن أصبح جزء من حياة تلاميذ الجامعة facebook is used by more than 800 million people around the world yet little do people know of the profound effect that facebook has on their physical, emotional and mental health قالك فيسبوك يستعملوه أكثر من 800 مليون حول العالم ونس قليلة برك ليعرفوا النتائج انتاعوا على الصحة انتاحهم والعقل انتاحهم والمشاعر انتاحهم a collection of studies that include surveys, interviews and questionnaires will reveal the effect of facebook on students' well-being قالك a collection of studies مجموعة من الدراسات تحتوي على surveys إحصاءات وإقصائيات وحوارات وأسئلة هنا راح داروها باش يعرفوا الأسباب أو نتائج اللي راح تكون على فيسبوك على حول التلاميذ studies indicate that facebook can impact physical health by increasing the chance of upper respiratory infection mental health by leading to web addiction feelings of loneliness, narcissism, stress and body desastification إذن قالك استعمال الفيسبوك يأثر على صحة الإنسان الجسدية من خلال أنه الإنسان يصبح ويأثلوا أيضا على مشاعره الإنسان يصبح شخص وحيد, كائب, مقلق بزاف مش اللي يشوفوه ومن استعمال التعوت على فيسبوك بزاف إيو اللي حاب يقعد وحده بزاف بلا ما نهضروه على الإعاقات ولا العاهات اللي تسبب للجسم الإنسان كي يبقى قاعد في position واحدة ومع فيسبوك 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 راسه رايح يوجعه ورقبته راحات وجعه ظهره رايح يوجعه إلى غيرها إذن فيسبوك اللي كدمر العادات انت على العائلات اللي كنا نديرها من بكري منذ بداية حياة الإنسان صح كنا نجمعه مع بعض, كنا نقصره مع بعض نشوفه تليفزيو مع بعض الآن ولا كل واحد منعزل It is important to be aware of some of the downsides of Facebook in order to avoid being a victim of its unhealthy uses لازم تاخذوا حذركم ومتكونوش ضحايا فيسبوك اللي رايح عندو بزاف آثار سلبية ورايح يدلكم مشاكل صحية Many people are aware of the great impact of Facebook on their life when self-awareness is needed Acknowledging and becoming fully aware of the nature of your problem is a prerequisite to solving it It is important to us not to lose confidence family connections and to maintain a healthy body and mind نازم عليكم تاخذوا حذركم أثناء استعمال الفيسبوك باش ما تخسروش الجهتين العائلة انتحكم وصحتكم Adapted from هنا عدنا موقع إلكتروني مأخوذ منه النص إذن النص كان على فيسبوك والتأثيرات انتاعوا على الصحة وعلى العقل انتاع الإنسان إذن بعد ما تقرأوا النص راحين نشوفوا الآن الأسئلة Choose the main idea of the text راح نديروا فكرة عاما للنص The social networking system and its advantages Facebook and its drawbacks An overview of social networks خيروا واحدة فقط Say whether the following statements are true or false according to the text صحيح أم خطأ Facebook is created by the founder Mark Zuckerberg Facebook is used by very few people around the world Studies indicate that Facebook has positive impact on the physical health A lot of people are aware of the great impact of Facebook on their life هل تجاوبوا من النص هل صحيحين ولا غلطة ورأي صحة ورأي الغلطة Answer the following questions from the text عدنا ثلاث أسئلة راحين جاوبوا عليهم من النص When exactly was Facebook launched and by who وقداش تأسس وشكون أسسو What does the collection of studies reveal about the impact of Facebook on students well being Is it important to be aware of the dangers of Facebook and why هنا تقرأوا السؤال وتحوسوا على الكلمات المفتاحية التي تكون في السؤال تلقوها في النص وإن تلقوا الكلمات التي تكون أساسية في السؤال راحين تلقوا الجواب مباشرة في المكان للقيتوا فيه الكلمة في النص إذن ركزوا مليح فقط نشوفوا الآن التملين الموالي In which paragraph is it mentioned that the best way to beat Facebook and addiction عفوان is awareness What or who do the underlined words in the text refer to عدنا ذير وإطس عدنا ذير وإطس عدنا واش تعود أقرأوا شكاين قبلهم تلقوا عدنا واش تعود Text exploration Find in the text words or phrases close in meaning to the following عدنا started وعدنا consequence Find in the words or phrases opposites to the following عدنا decreasing and healthy Combine the pairs of sentences with the right conjection عدنا either or, neither nor, both, وأن You can have a computer, you can have a mobile Ahmed is addicted to Facebook Sami is addicted to Facebook I don't know how to check the email My friend doesn't know how to check the email استعملوا either or, neither nor, وَبَوْث, وَأَنْد نشوفوا التمرين الموالي He'll reorder the following words in order to get coherent sentences Often, when, sad, rains, feel, it, we At, are, noisy, they, always, and school Mark the stress in the following words عدنا system, follow, printer, and provide Written expression Written expression الوضعية هنا عدنا فراغات وعدنا الكلمات نعمروا بها الفراغات باش نتحصلوا على وضعية إدماجية عدنا Narcissim, selfish, social media, selfies, connect, harmful, and twitter Using too much and posting many have caused a rise in narcissism Narcissism is when someone becomes very and believes they are very talented and beautiful Researchers at universities found that heavy users of social media sites like Facebook and showed a 25% rise in in just four months هاي الوضعية تحكي على مواقع تواصل اجتماعي وش تدير وش تسبب من harmful اللي هو المذرة أقرأوا مليح الوضعية باش تعرفوا كيفاش تعمروا الفراغات والكلمات راي عليها خمس نقاط ركزوا مليح إذن هذا هو النموذج عانتوما هنا دوقنا حين تحبسوا الوضع الفيديو عفوا تجاوبوا على التمرين اللي طبعوا التمرين تجاوبوا فيه وحاولوا فيه واللي ما تطبعوهاش حاول أنك تحل من الفيديو بعد ما تكملوا قارنوا الإجابة نتحكم بالإجابة الموالية تابعوا معايا الفيديو للأخير إذن عدنا التمرين الأول خيرنا الإجابة من الخيارات إذن فيسبوك and its drawbacks أذار انتعوا جاوبنا على الأسئلة Facebook was launched in 2004 by the founder Mark Zuckerberg Number two Studies indicate that Facebook can impact physical health by increasing the chance of upper respiratory infection mental health by leading to web addiction feelings of loneliness narcissism, stress and body dissatisfaction it alters the traditional familiar systems that have existed since the beginning of human life هدو كامل تكتبوها كجواب من النص Number three Yes it is or yes it is important so as not to lose confidence family connections and to maintain a healthy body and mind نوصلوا مع بعض إذن in which paragraph is it mentioned that the best way to be to treat or to to beat عفوا Facebook addiction is illness إذن in paragraph three عدنا هنا there تعود على people وإت تعود على Facebook عدنا الشرح انتع started هو launched عدنا consequence هي effect عكس decreasing هو increasing وعكس healthy هو unhealthy هنا قررنا الجملتين باستعمال الconjection عدنا you can have either computer or a mobile واحد من الزوج both أحمد and Sammy are addicted to Facebook neither my friend nor I know how to check the email reorder the words هنا رتبنا الكلمات تحصلنا على الجملتين التاليتين we often feel sad when it rains they are always noisy at school عدنا التمرين الموالية عدنا mark the stress عدنا system system follow low printer print و provide في الجزء الأخير اللي هو vibe و stress يكون between the two parts عدنا في in the gaps إذن الفراغ الأول كان social media number two selfies number three selfish number four twitter و number five narcissism بهذه الطريقة عمرنا الفراغات وتحصلنا على وضعية سهلة و صحيحة اتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يفيدكم وتستفادوا مع الياغي نقولكم بقوا على خير ربي يوفقكم وينجحكم ان شاء الله نتلقوا في فيديوهات قادمة ان شاء الله اترككم في رعاية الله وحفظه وفي امان الله